اشتركوا في القناة مجموعة تعامل الاستثمار والتعاون الاقتصادي وذلك لتطوير التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين البلدين وقد وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد وانغ وونتاو وزير التجارة مذكرة تفاهم بين شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات ومؤسسة الاستثمار الصينية CIC وتهدف المذكرة الى التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة بين الشركتين وقد وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة شركة ممتلكات فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد بينك تشون رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بمملكة البحرين واللجنة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية حول التعاون في المجال الصحي وتهدف المذكرة الى تعزيز علاقة الصداقة بين البلدين في مجالات الصحة والعلوم الطبية والمسائل الصحية على اساس المساوى والمنفعة المتبادلة وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير الخارجية فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد لي هايتشاو وزير اللجنة الوطنية للصحة مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية الصين الشعبية حول المناطق الصناعية وتهدف المذكرة الى تعزيز الشراكة الصناعية وتبادل المنفع بين البلدين وفقا لقوانينهما وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد جين تشوانغ لونغ وزير الصناعة وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية حول التجارة الالكترونية وتهدف المذكرة الى تعزيز التجارة الالكترونية بين البلدين على اساس المعاملة بالمثل والمنفع المتبادلة وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد وانغ وونتاو وزير التجارة مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بشأن الاقتصاد الرقمي وتهدف المذكرة إلى تعزيز الاقتصاد والاستثمار الرقمي بين البلدين تنفيذا للخطة الخمسية الرابعة عشرة 2021-2025 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى حتى عام 2035 وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد وانغ وونتاو وزير التجارة مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين والإدارة الوطنية الصينية للفضاء بجمهورية الصين الشعبية وتهدف المذكرة إلى تكثيف الجهود في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية وتنظيم برامج تدريبية في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء وقد وقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد تشوان كي جان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية اتفاقية تعاون بين وكالة أنباء البحرين ووكالة أنباء شنخوا بجمهورية الصين الشعبية وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتحديد شكل ومجالات التعاون بين الطرفين في مجال الأخبار وتبادل المعلومات وقد وقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد فوهوا رئيس وكالة أنباء شنخوا مذكرة تفاهم بين مركز الاتصال الوطني ومجموعة الصين للإعلام وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين وسائل الإعلام والمؤسسات في مملكة البحرين والصين وتعميق العلاقات البحرينية الصينية بشكل أكبر وقد وقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد شينهاي شونغ رئيس تحرير مجموعة الصين للإعلام مذكرة تفاهم بين كليات البحرين التقنية بولي تكنيك البحرين وجامعة بكين بشأن التعاون الاستراتيجي في بعض المجالات وتهدف المذكرة إلى تعزيز الصداقة المتبادلة والبحث الأكاديمي والتعاون التعليمي بين المؤسستين وقد وقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيما وقعها من الجانب الصيني سعادة السيد جونغ تشيخ وانغ رئيس جامعة بكين ترجمة نانسي قنقر